قال عنده الحقد المسجد كي قال لك الأمور يعني صفحة طويت لازم نفتح صفحة جديدة وهذه أكيد الناس تتقدم والناس تتطور والمسامح كريم واللي أخطأ يصح أخطأ في كل شيء وهذا هو يعني الكرة كما قلت لك اللي أسمعت كلمة كلمة جميلة اللي عجبتني ونقولها دائما الكرة تجمعنا والإسلام يوحدنا ونحن عرب في منذ العربي في دورة عربية اللغة عربية ولغة الإسلام هي العربية ولغة القرآن هي العربية لازم واحد ينسى الماضي ويتقدم ويتطور علش نطوره في كل جوانب وناخدوا الأشياء الجميلة من كل جوانب وما نطورش ونبدأ بأنفسنا كعرب مسلمين نطور أشياء نعطي صورة جميلة في المدرجات هاي أتت فرصة الجزائر مصر صحيح لنا خذيرها النظرة وصورة على الماضي صحيح كانت فيها أشياء ولكن ما قدرش اللوم أشياء كانت فيها حتى تخلص ما تقدرش أني تعود ترجع للماضي أنا واحد عندما نشوف صور في الماضي صحيح كنت غضباني يوم حادثة الباس وكل شيء الحافلة ولكن نسيتها لك الماضي نتقدم أنا عرفت ناس عشرة ناس عشرة مصريين عشرة ناس ناس تعمل معايا في القناة ناس تلعب معايا كورا ما شاء الله فيه المليح وفيها بارتو هذه في كل أنحاء العالم وفي كل البلدان العربية عندك الطيب والجيد وعندك السيء والطالح والطالح صحيح ولهذا نقول لك هي فرصة أمام نظن أنها مباراة عادية اللي خلاها فيها حساسية وإطارة ما بين بلدين عربيين خلا فيها الحساسية لأن دربيات العرب دائما فيها حساسية أوكي أتفق معاك من حيث النتيجة ولازم تفوز وتحاول بأي طريقة تفوز كمجرب يحضر نفسه وكلاعبين يكونوا مشحونين من الجانب الإيجابي طبيعي لازم تفوز وتكون عندك قرنطة وعازمة ورغبة لكي تفوز بالموارد أنا أتفق معك أنا واحد جزائري نتمنى غدا نفوز على مصر رياضينا ولكن تفوز الجانب الرياضي ولكن من الجانب المدرجات والمتعة تكون فيها روح أخوية تكون فيها لما لا يقعدوا مع بعضهم لما لا يكون اختلاط مع الجماهير داخل أرضية الملعب نفس الشيء نتمنى قبل المباراة يأخذوا صورة جماعية وفوق الملعب اللي يكون أفضل وعنده عزيمة ورغبة وطاسكية محضر هو اللي يفوز وبعد المباراة يأخوية تصافح للزملاء تتكلم تضحك أنا اليوم صحيح غادرنا رح نحل المباراة كجزائر مصر يكون معاين ضل أحمد محمدي في الهر يأخوية هو يدافع على مصر أنا ندافع على الجزائر نتكلم بعد المباراة يخلص المباراة نمشو مع بعضنا نتعش مع بعضنا